نستكمل الحديث عن الفصل الرابع من مقرر العلوم العامة فصل الأحياء الموضوع الثامن الجهاز التنفسي الأهداف يتعرف الطالب تركيب الجهاز التنفسي يستنتج وظيفة الجهاز التنفسي تعرف بعض الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي نشاط مما يترقب الجهاز التنفسي مما يترقب الجهاز التنفسي وكيف يعمل الجهاز التنفسي يتكون من الأنف البلعوم الحنقرة القصبة الهوائية الرئتين الأنف مثلنا نشاهد في الصورة التي قدامنا هذه الأنف البلعوم الحنقرة ثم القصبة الهوائية ثم الرئتين وقوة الرئتين في شعب هوائية وظيفة الجهاز التنفسي يقوم الجهاز التنفسي بجمع الأكسوجين من الهواء الجوي ونقله إلى الدم في عملية تسمى الشيق وحمل سين أكسيد الكربون وبخار الماء من الجسم إلى الخارج في عملية تسمى الزفير عمل الجهاز التنفسي يتكون الجهاز التنفسي وبالصفة خاصة الرئتين من أنابيب كثيرة التفرعات تنتهي بحجرات صغيرة هذه الحجرات تسمى حواجصلات هذه الحواجصلات الهوائية يتم من خلال قدرانها الرقيقة التبادل الغازي بين أكسوجين الهوائي الجوي وسين أكسيد الكربون الموجود في الدم في الختام لخص ما تعلمته ترجمة نانسي قنقر